السلام عليكم اغزالاتي اليوم ان شاء الله بإذن الله نحضر معكم واحد القطن اللي جد جد رائع كهذه الصديقة ديالي مناسبة تعقل القيران ديالها كما كتشوفوا معايا هنا ندر معكم النواع مختلفة ديال الجنواز بواحد مكونات اللي هي بسيطة جدا كما كتشوفوا معايا هنا عندي كأس ديال المدافي عندي كاس ونص ديال الطحين ونص كست الكاكاو بغيتو ديرها بيضاء ادروا جوش كيسان ديال الطقيقني اشان كاس اللارب الزيت كاس ساندة جوج بيضات قريصة ديال الملح وواحد الخمارة وممكن ديروا احتاج جوش خمارات وفاني اللي تنزيم كما كتشوفوا معايا ناخد المولي ناكس ندير فيها ديك زوج بيضات نضيف لها ديك شوية الملح ودك كوية ساندة نخلط الخليط ديالي مزيان حتى ينسى جميلة وليلي واحد الخليط اللي هو بيض ممكن هاد الخليط هذا نديرو غير بيدويا هنا انزيد له فاني ممكن تنسمو باي حاجة كتوفر ليكم قشر الليمون ولا اي حاجة مهم هنا ايا انضيف له ديك اس اللارب ديال الزيت كما كتشوفوا معايا في الصورة وانتحن كل شي في المولي ناكس ديالي بهالطريقة هادي حتى ينسجمو لي المكونات ونزيد لهم ديك الكاس ديال الما اللي دافي ونخلطه مزيان بغيتو تديرو كاس ديال الحليب ديرو فعود الماء كيبقى لكم الاختيار ولكن احتراه الماتي جزوين هنا انضيف له ديك الكيمية ديال الدقيق مع الكمية الكاكاو كما ذكرت لكم من قبل ممكن ديرو جوش كؤوس ديال الدقيق وما ديروش نص كأس ديال الكاكاو يعني ديك الكيمية الكاكاو تعودوها بطريقة على حسب انتو مو شو بغيتوها دير شوكولة او اللي عادية ومهم انا ندير بالزبدي اللي جينواز حيث بغى ندير حلوة الكريم اللي كبيرة باش كفية باش كفية الناس اللي كاينين مهم كيب حالكا كهنزت فيها واحد المعلقة صغيرة الخل دي ما كان نسا ما كان ذكراش لكم في مكونات دات البابيك ويسون في الطاوات ديالي طاوات يتبقى على حسب الحجم طوما اللي بغيتو باش يوجيكم غلادة او اللي ارقيقة كيبقى لكم اختيار دخلتها الفرع لمية وثمانين دراجة طابت لنا ملزحته من الفق وهنا يدات الخليط الابيض كذلك مهم كيما كتشوفو الكاكا ديالنا ركادينا زوينة ورقيقة واسفنجية ورطي طبا مهم انا درت بزف ديالي جينواز كيما كتشوفو معايا ماشي غير وحدة درت بشوكولاد درت بعادية مهم نخلو اندخلو متلاجون خلو مرتاحو هنا اندير كخيم انجليز انا بديت كنحضر الحواجلي مهم هما الليولين عاد تكسا عن منطيها كيما كتشوفو معايا عندي جوج معلقة ديالسانيدة معلقة كبيرة تناشا وعندي او لكخيم باتيسير عندي هنا واحد جوج كسنت الحليب معلقة كبيرة ديالزبدة واحد الفاني وجو الصفار ديال البيض نوريكم الطريقة اللي هي سهلة كخيم انجليز كيجي زوين وكيجي رائع رائع ممكن ديرو حتى غلاس وممكن ديرو في الحلوية الكريم كيجي زوين 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 في السفد لنا ديك جوج كسنت الحليب في الكسر ونديرون فوق البوطة نشد واحد اللي نديرو في ديك جوج صفار ديالبيض ديك جوج معلقة تسانيدة وهديك معلقة ديال الناشا او لكخيم باتيسير من احسن يكون كخيم باتيسير باش كيعطي واحد طعم زوين اضافي حسن من الناشا وهنا كذلك نزيد لوحد صاشية الفاني باش يحيد لنا هذك زفوريات البيض وهنا انخلط هذوك المكونات مع بعدياتها حتى كتنسى جملية كيكون هنا يلحلي بعد ديالي فوق البوطة كنخلي حتتي كيوصل ليا لمرحلة انه كيغلى مرحلة انه صافي كيبغي فوق البوطة كنحاول اما امكب انني ندمج المكونات مع بعدياتها باش يوليولينا مكونات موحدة هنا كيما كتشوفوا معايا الحليب ديالي من الوصلي للمرحلة ديال انه صافي تيغلي ليا ام بدا نضيفوه على هذك الخالط بشوية بشوية وانا كنخلط باش نايفيتي ان البوط ديالي طيب لينا مهمة مقاها كا مقاها ديالي هذو المينوال كيما قلت لكم من قبل جوش كيسان ديالي ديال الحليب برهم كافيين سوف يبقى تغادا كنخلطوه مزيان مزيان كنضيف بشوية بشوية وانا كنخلط باش هذك الناشا ما ما تعقدش لنا وكذلك صافر الباب كذلك يبقى لنا تكستور ديالي اللي بغينا هي يكون فيها هنا انشد ديالي اردو الكسرون ديالي وانحطو ان شاء الله فوق البوطة ومعا تحريك المستمر باش هكا نيفيتي وانا هتلصق لنا نهائيا في الكسرون ديالنا مهم كنبقى نحركها نحركها منحي منغفلش عليها باش ما تعتنيش هذك الحرق ويتبدل الطعن ديالها ويجينا ديك الكخيم انجليز زوين او عاقدة هنا ضفت لها ديك المعلقة كبيرة ديال الزبدة زبدة نباتية اولى حيوانية كيبقى لكم الختيار على حسب ديك شي لمتوفر لكم في البويوت ديالكم سوف نخلطها نخلطها مني كتوصل لي هذي المرحلة انها كتبدي تتغلي وكتبلينا باللي هراها بدت تتقال سوف نحبسو وكنجيبو حد الاناء وكنديرو في هذك الكخيم انجليز ديالنا كي يجيزوين ومتماسك ممكن اننا نديرو غيرها كدسر كي يجيزوين بزاف باش نتأكدو ان كخيم انجليز ديالنا راه استق تنديرو بحال هاكا في سباتيول ديالنا انه لا نسقوش راه هو صادق لنا مزيان من بعد ما يقولي لنا بدرجة حرارة المطبخ كنغطي عليه بهاتطريقة هذي باش ميدرش لنا القشر نهائيا وان شاء الله بإذن الله نبرد لنا وندخله تلاجره وهنا كذلك ندير معكم كخيم انجليز ببنك هذي الشوكولاتة وهي يجيزوين بزاف عندي هنا يا خمسة درهم ديال شوكولات غيش او لمية غرام ديال شوكولات غيش كيبقى لكم الختيار ديرو الشوكولات اللي بغيتوا لكن شوكولات غيش كي يجيزوين بزاف عندي هنا كخ خيم باتي سير بدنك هذي الشوكولات وعندي هنا كذلك جوز كيسانة الحليب واحد ساشية الكاكاو بسبعة غرام او لا معلقة كبيرة الكاكاو الناس اللي مكتوفرش لهم وهنا درت غير معلقة ونصف ديال السكار حيث عندي الاشي اخرى اللي هي حلوة هنا درت هذوك جوج كويسة ديال الحليب بنفس طريقة ان شاء الله هنتبعوها وضفت لها هذيك معلقة كبيرة ديال كخيم باتي سير ممكن انكم ديرو جوج معلقة صغار متاعين او لا معلقة كبيرة تكون لامتال جيدا جيدا ديال كخيم باتي سير كما كتشوفوا معايا هنا ايه من بعد كنضيف له هذيك الكيمية ديال السانيدة اللي هي معلقة ونصف ديال السانيدة ممكن ديرو جوج معلقة لحسب انتم الحلاوة اللي كتبغيو هنزلت لي هذيك صاشية الكاكاو كذلك ممكن ديرو معلقة كبيرة الكاكاو كيبقى لكم اختيار اه على حسب اللي كيتوفر لكم مهم يكون كاكاو اللي هو مور ماشي حلو كنخلط هذوك المكونات مع بديه تحت كتنسج جملينا مزيان 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 ومن بعد ما كتنسج جملينا ان شاء الله بإذن الله ان حتها فوق البوطة وكذلك حتى هي من غفل شعليها نهائية لكم عارف الكاكاو ضغي كيتحرق وما كنردوش لولبان حيث كيكون الحرق نفس اللون دياله سوفي كم كان خلطها به هات طريقة هذي حتى كتنسج جمليه مزيان مكونات وحت كيبلي الخليط ديالي باللي راه بدك يتماسك وكيولي لي وحد الخليط اللي هو تقل ومتماسك جيدا 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 مهم كم قوهاكا على التحريك ديالها المستمر باش نيفيتو انها تلصق لنا منينكا تولي تدلينا هاد الفقعات بحالكا في هاد الأثناء هادي كنكونو ان شاء الله بإذن الله نضيفو لها داك الكيمية الشكولات ممكن نزيدو حتى معلقة ديال الزبيضة صغيرة تهية مهم كم كان خلط مكونات ديالي بحال هكا كتجيزوين هاد الكخيمة ممكن ان ندورها في كؤوس ونتنولوها غير هكا كتجي فنة بزبزب ممكن نجربوها ودورها غير كويسات وخليوها تبرد وتزينوها بلي بغيتو كتجي كريمية بحال شكل ديال دانت واحسن فهاد الأثناء هادي كذلك انضيفو في واحد الإناء ان شاء الله بإذن الله ونخليها حتى توليليا شوية بدرج حالات المطبخ من بواحد جوج تقايق بحالها كاك ونغطيها بالغطاء بلاستيكي حتى هي ومن الضروري انا كنوريكم انها زعمارها ناجحة لنا منين كنديروها كومكا تلاصق شئدارها ناجحة كنديرو لها غطاء بلاستيكي حتى هي بلاستيكي ومن الضروري ذيك الغطاء بلاستيكي انه يقيس لنا الوجهة ديالها باش ما تدرش لنا القشر نهائيا وتحتافظ على ذيك الطعم ديال الزوين الرائع ويبقى شكلها زوين صافي من هنا ان شاء الله تولي درج حال المطبخ ان شاء الله بإذن الله هندخلوها بجوج بهم للتلاجة يبردون لنا انا درتهم ليلا قبل هاد التحضيرات اللي درتهم كامل ليلا قبل وخليتهم بالتلاجة على الكاك لهاد الكريم انجليز صافي لغدالي ان شاء الله بإذن الله اندير اندير القاناج او اللي نغطي به الحلوة ديالي ديال الكريم عندي هنا نسب كأس ديال الحيب ممكن انكم ضعفوا الكيمياء انا هاد الكيمياء اللي درت ما اكفتني الصراحة بزاف ممكن انكم ضعفوها عندي هنا واحد الورقة ديال الجيلاتين وعندي هنا يا واحد خمسة درام ديال شوكولات بيضاء غيش كذلك 100 جرام او 120 جرام كيبقى لكم الختيار من بعد ما فيت هادك الحليب ديالي فوق البوطة ضفت له هادك الكيمياء ديال الشوكولات البيضاء وخلطته مزيان مزيان حتى كيبالي هادك الشوكولات ديالي باللي رهده بلي وكذلك الخليط ديالي كيولي بدرجة حرات المطبخ باش هكا انضيف له هادك الورقة ديال الجيلاتين اللي نكون بنبعد ما صفيتها من الماء انضيفها عليه بهات طريقة هنا ممكن ديروا اللي اللي بغيتو تزيدو كاملوين حمر او الاورانج او الاحساب اللي بغيتو ملون ابيض باش تتعطيو البيوض اي اكتر انا خليتو هكا لطبيعة ديالو باش نديروه كالغلاساج ان شاء الله الحلوة ديالي صافي كننصفيه من بعد باش هكا ننيفيتي ويكون في اي طرفة ونخليوه يرتاح بدمن نبدو نمنطيو الحلوة ديالنا هنا انا خليت واحد جوج ديالي جينواز كيما كتشوفو انا قدرت لي اقوى تنسقيهم مزيان بالقهوة وهنا قلت خديال ديال او لالا او الكخام ديالنا خامف خاش كيبقى لكم اختيار ديرو المركة اللي بغيتو الناس بالنسبة الياد او لالا كتكون زوينة ورائعة خديت منها نصف كاس اللي احتفت بيه وما باقي طلعتو مزيان عندي في الباتور حتي وليلي او حد الخليط اللي هو من ساجم كنكون هنا كما قلت لكم الكاكدية اللي درت الطبقة الاولى وسقيتها مزيان بالقهوة سريعة دوابن ممكن تسقيها غير بالماء والسكر كيبقى لكم الاختيار على حسب نتو ما اللي بغيتو مهم انا يا سقيتها بالقهوة هناي هادا كخيم انجليز ديالي راني جبته متلاجة من بعد ما طلعت لي الكريمة كنقسمها على زوج كنديل نصف بالشوكولة ونصف بالفاني كما كتشوفوا معاي خديت هاد النصف الكيمية ديال الكخيم فخاش اللي طلعت او لالا اللي طلعت وضفت لي هادا كخيم انجليز وكنخلطها مع بديتها مزيان مزيان كيدي جيد 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 رائع صافي كنبقى نخلطو معاكا حتى كنسجمو لي وكيولي عندنا واحد الخليط اللي هو موحد موحد بنك هادا الشوكولة اللي كيجيز زوين واقتصادي كذلك والكمية النصف الاخرى زيلي هادا كخيم انجليز بالعادي فاني وكنخلطو بحالاكا اللون ديالو ما كيتغيرش ولكن المضاق كيولي رائع جدا صافي من بعد ما ساليت هادا الكميات هناي اخديت واحد كيضو مثل 20 درهم ايضا 20 غرام ديال شوكولة غيش�10 درهم ديال البخالليني et 10 درهم ديالبايات والفيتين كربي شوكولة غيش كنندوبها وكربهاi على ديال البخالليني shared and the Falunia experiencing Finger machine التي ممكن انكم تستغنوا عليها اذا كنت اوفرغها دا ماشي مشكيل موحدة النافذية مقرميشة بغيت الهدية ديالي تكون صديقة ديالي تكون هدية زوينة وتكون بوحد طعم رائع صافيز ديالها كما قلت لكم هنا يلفيتين وكنخلط كل شي مع بعدياته حتى كيعطني واحد طبقة اللي هي مقرميشة انا كنحاول ما امكن انني نسرع ليكم الاحداث باش ميجيكم في الفيديو اللي هو طويل بزاف هنا يا صافيك نشدد ديالك ديالي اللي سقيت كما كنتشوف رها مسقية مزيان كننسرح فوق هادك الطبقة المقرميشة اللي عندنا هنا يرا خديت انا تقريبا الكيك اللي كبيرة بزاف على 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 قدر ديال الصيني اللي عندي ودرت هادك الطبقة المقرميشة هي الاولى هنا يدرت صو الشوكولة اللي شاركت معكم مش حال من مرة اللي كان ممكن صغناش عليه في الخلطة ديالي كيجيز زوين زوين ممكن تصغنوا عليه لما كانش متوفر ولكره كيجيز زوين صو الشوكولة بدون شوكولة كيجيز جد رائع مهم درت منو هاد طبقة هادي وانشاء الله بإذن الله هنا يا اندر طبقة ديال هادك الكخام اللي عندنا الكخام بنك هاد شوكولة كندرها الطبقة هادي اللي واني ديالو بها الطريقة هادي كيما كنشوفوا معي في الصورة صافي كنحاول ما امكان انني ننسرحها مزيان ندروا الواجهة اللي هي مزيانة وعيم راكم عارفين تبقى 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 دكشي على حسب على حسب الماتيري اللي عندكم واش قدروا انكم تتقدروا واجهة او لا من بعد زد فقها صو الشوكولة من بعد كذلك زد فقها جينواز كيما كنشوفوا درجين واز بكاكا والمور كاكا والعادي جوجوش الوان مختلفين وكنولي عاود تاني نسقيهم بالقيوة ونعاود عاود تاني لك خام وشوكولة وكنبقى غادة على هاد المينوال هادا وكننصرح فوق اه الحلوة لا كريم ديالي بها الطريقة هادي وفكل مرة كندير هادي كلاس باتشول باش كان قدروا واحد الواجهة شوية وتنزيد فوق هاديك صو الشوكولة اللي عندنا صو الشوكولة ها تلقاوا في الفيديو اللي انخلي لكم صندوق الوصف يلا بغيتوه اه مهم من بعد هاد المرحلة كنزيد عاود تاني تبقى واحدة اخرى ديال كيك اللي درتها عادية بلون عادي صافي من بعد هنا كنزيد فوق عاود تاني طبقة ديال هاداك الكريم البيضاء اللي عندي بها الطريقة هادي صافي حتى كنصيب الواجهة مزيان وزيان مزيان كما كنتشوفوا معي مهم انا درت معكم حلوة الكريم اللي هي كبيرة تتقد تقريبا تقريبا حتى 60 شخص كتقدر الحلوات لها كريم صافي فهد الاثناء هادي من بعدا ندخلها لتلاجة ترتاح لي واحد شوية مدة ديال ساعة انا مكنش عندي الوقس خليته ترتاح بزافحة شدات فراسة من بعدا ديمونطيها من السخل ديالي وانا بغيت نديرها بحل شكيل ديال كتاب على ذاك شي كنقطع لها هاد جنيبات وكنحاول ما امكن انني نهبطهم من جنابي جيوب حل المهم مشكل ديال كتاب كما قلت لكم حتى هذا عقد قيران ديال الصديقة ديالي وبغيت نديرها لك هدية هذا ما كان صافي بحالة كاكم قد كان قدها كنحاول ما امكن انني نهبط هدو جنيبات ونهبطهم بالتحت باش يجيب حل ديالك الطوية ديال الكتاب مهم مرة كيبقى ممكن تخليوا غيرها كاك على حسب لو شوا ديالكم على حسب المناسبة اللي عندكم على حسب انتوما نشوف انتوما فين بغيت نديروها شن اي مناسبة ممكن غير هكا وديرو لها القلاس وكتكون رائعة صافي كنحاول ما امكن ننقدها من الجنيبات راكم عارفين حنا معدناش ماتريال اللي هو بخوفيسيونال لنقدر نجيبه لكيليبر 100% ولكن انتو لكا كنحاول ما امكن اننا الجينا ايكيليبري بحلقة حاولت عودتاني ما امكن نقطع منها شوية الوسط بالجينة ديال الكتاب ويمكن نحاول غير نقادة انا غير مبتدئة غير هاوية ديال هاد شي يعني ماشيش وحدة لي بخوفيسيونال كنعرف فليزاستوس كنعرف كل شي ولكن من نكرش ليكم ان الطعم جد رائع صافي من بعد هكا من نقديتها مزيال وجهة ديالها هنالي لغطيت علاب ديالقلاساج كما قلت لكم راه ما كفانيش مهم بقالية زين تسين خديتلي هاد الحوبيبات ويماد الاشكال كاملين كما كشوفو معايا في الصورة بغت نديري واحد زين لي هو بسيط على حسب المتناول ديالي خديت هاد لسانتشوغ هادي ان نحاول ما امكن انني نقدم الوسط كما كشفتو الحلوات لكرا من جنبها حاولت انني نديرها بحل خطوطة يعني بحل طوية ديال الكتاب وهنايا كذلك اندي له هاد السميطة هادي هادك القلاساج اللي درت حاولت انني نقطبها شوية يباشي بنزع ما وين بحل واحد اللي كتاب لي هو شوية بهذا الشكل هادا ممكن تكبوه هنيشان يجوكم القلاساج اللي نيشان ما تحتاجوش قاعد ديرو هادو كل النوقات خديت هاد الوريدات هادو متاهم ما كنزين بهم مهم تزين كيبقى اختياري على حسب المتوفر عندكم ممكن ديرو غلاساج فرودية الشوكولة ممكن كرامل ممكن اينكها الليسانسية الان بغيت غين نشارك معكم الطريقة والمحتوى هذا ما كان وصافي بقيت كان حتى هادو كل الوريدات في الجنب خديت هاداك الملوين البريون مهم حاولت ما امكان اني ندير ذاك شي بسيط هنا يخديت هادا هادا اللاصيقة هادي والاصيقة هنا يفحل ودي اللاكران ديانا هادا مكان مهم واحد زي اللي هو بسيط 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 جدا نخديت كذلك الحبيبات الشوكولة حتى تتم هنا يفجني بات مهم اك رجع نقول لكم ونرجع نقول لكم الناد زين كيبقى عالح سبل انتوفر عندكم وعلا حساب داك شي انتو من اللي بغيتو تديرو في الحلوة ديالكم كيبقى لكم الاختيار خديتها دليك هادا درتهم هكاتو هما زينت بهم في الجنبات كيما كتشوفوا معايا في الصورة مهم الحلوة جد 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 رائعة المدق ديالها رائع 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 جدا وخد ديال راهو شوية مهم ماشي 100% واو ولكن كما قلت لكم القبل انا غير هوية وكنتمنى انكم ما تنسونيش من اللجم وكذلك اللي كومنتر اللي زوين اللي كي حفزوني وكنقول لكم نهاركم الف الف مبروك هكا كدي الحلوة لكريم من الداخل والسلام وعليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة